اشتركوا في القناة انا عملوها بزنجلان سمسم وليعجبتكم الوصفة ديلها بالنهار ما عليكم إلا تتبعوا معي المقادير وطريقة تحضير تحتاجوا لهذه الحلوة المقادير الآتية 125 جرام ديلة الزبدة أو المارغارين المؤلاء الحالي حسب متوفر 10 جرام ديلة سكر بودرة 7 جرامات سكر المناكب الفاني 30 جرام ديلة سمسم أو زنجلان كاس إلا ربع ديلة الزيت النباتي أو 75 ميليليتر 4 جرامات ديلة الخاميرة الكيموية وقبصة ملح وياغور طبيعي من يوازن 120 جرام الدقيق حسب الخاليط 1-320 جرام 300-400 على حسب نوعية الدقيق هنا عملت في آنية الزبدة وسكر سكر بودرة نضيف لهم سكر المناكب الفاني 7 جرامات بهاد الشكل نحاول نمزج الزبدة مع سكر غلاسي أول مرحلة وسكر المناكب الفاني نحاول نمزجها مزيان نحاول ندخل هادك الزبدة أو سكر غلاسي ندخلا في ذلك الزبدة تتمزج مزيان العناصير بهاد الشكل سنحصله على واحد البوماد كيف ما تشاهده تجي هاد الحلوة هشة والديدة واقتصادية كذلك كيف ما لاحظته نضيف الزيت النباتي 75 ميليليلتر أو كأس إلا ربع بقياس كأس العنبة وكذلك نمزج هاد العناصير مزيان تنحصله على واحد الكريمة إما تعملوا الباتر أو تعملوا بيديكم على حسب الرغبة ديالكم ليجيكم ساهل نحاولوا تخلطهم زيان هنا زنجلان تحنته بهذا الشكل 30 جرام نضيفه تعطيوا حد الماضاق رائع لهذا الحلوة ديالنا وهذا البيسكويت ودوازاتي تقدو تعوضه بكاوكا وتهو تيجي رائع نحاول نخلط مزيان نضيف الياغورت طبيعي أو زبادي من وزن 120 جرام خميرة كيموية أو ربع جرامات من الخميرة كيموية وقبصة ملح دقيق على حسب العناصر على حسب الخاليط هنا نمزج بعد دانون أو ياغورت طبيعي والخميرة كيموية مع العناصر الأخرى تتمزج مزيان كيفما تتشاهدوا بهذا الشكل عادة نضيف الدقيق بالتدريج الدقيق تضيفه غيب بالتدريج وانتو ما تتلموا العجين ما تدلكوهاش طبعا الحلويات ما خصمش يدلكوا العجين باش ما ما تجيش قاسحة غير تلموا وتنضيفه غيب شوية طبعا الدقيق ليكون مغرب من قبل وانا طبعا نوريكم القوام بالعجين كي خصو يكون والدقيق تختلف كيميات تحتاجوا على حسب نوعية الدقيق وانا الحلويات من الأفضل تعملوا دقيق ممتاز باش تحصلوا على أفضل النتائج والعجين تيجي بهذا الشكل الارطب كيفما تتلاحظو نخدموه به مباشرة بلا ما نحتاجوه يرتاح ربسوه لا تتطلقو ما تلسقش هنا غنقسموه على جوج باش يسهل عليها باش نتحكم في الكمية وعملتهم ما بين جوج أوراق الطاهي بهذا الشكل انتوما السمك على حسب الرغبة كالي تيبره مغلاض هذي هلالية تيبره مغلاض شوية كالي تيبره مرقاق على حسب الرغبة ديالكم هنا السمك متوسط وصافي عملتم السمك متوسط حاولو نتلق العجين بعد الشكل ما تتلاحظو مصافي هكا بزيان أن ناخد كأس هو اللي غن نقطع به العجين ناخد كأس بهذا الشكل ذاك اللولة نقدوها من الجنب شوية عاد نحطوها في طلطة طيلة الفرن بهذا الشكل صافي وتبقى غاد مستمر بها الطريقة بلا ما نحتاج للطابع لاوالو غير بالكأس تندي الشكل هلاليات إما كبرو إما صغروا لحسب الرغبة أو تقدو أعود تعملهم في زنجلان أو السمسيم طريقة من تزيل تقدو تعملهم من قبل بيض بيض أعود في زنجلان أو تتعملهم في زنجلان مباشرة حيث العجين رفيها زوبدارة تلتسق صافي نكمل كيمياء هذه العجين تتخرج هذه المقادير تتخرج تقريبا 74 حبة صافي هنا كيف ما قلت لكم كاي اللي سنعملهم في زنجلان أو السمسيم وكاي اللي سنخليهم هكا عاديين وانتم طبعا تزيل تبقى على حسب كل سيدة والرغبة ديالها وانستمرت نكمل كيمياء ديالعجين كامل اللي عندي صافي هنا الطريقة ديالطه هنا يلا طالولا لانا ما زال عندي كيمياء اخرى تتعملوها هنا في الوسط ديال الفرن وتتشعلو الفران اللي كان لديكم كهربائي بحل هذا على 180 دراجة وتتشعلو الفوق والتحت في النوبة بالنسبة لمروحة ما تعملوها من الأول حيث تتقصح الأشياء اللي في الفرن من الأفضل تخلي الفرفرة أو الفونتيلاتور تل الآخر مرحلة خمسة دقائق لآخيرة باش تتوحد ذاك اللون في اللي بيسكو بحل هكا وهذا بعد الأفران كهربائية تكون واحد جهة تتحمر أكثر من جهة أغلبية الأفران تتكون هكا اللي شتوها تتقلبو غير الطائلطة هذك اللي كانت الداخل تتعودو ترجعوها هي على برا وصافيت يكمل الطياب بنفس بنفس الشكل وبنفس تتقاد في الطياب والكيمية اللي عندي هنا نديرها بنفس الطريقة نطيبة بنفس الطريقة راتبرق الله تتخرج كيمية وفيرة كيف ما شاهدتو والحلوة دي عنا تجيب هاتشك كيف ما تتلاحظو محمرة بطريقة تقادة كيف ما تتشاهدو كيف ما قلت لكم من قبل بأنني تنزين غير كيمية قليلة عندي كيمية أخرى ما زينتهاش تنحتها في طبيعة المجمد أو في شيء علبة محكمة الإغلاق إلى وقت آخر عتنزينها متنزينش كل شيء في نوبة والتنزين اللي حسب الرغبة هنا عملت شكلات دوب في حمام مريم دوبتو في حمام مريم وبعد الواحدات عملتهم في شكلات وفي كوكا ومهرمش بهاد الشكل ووضعتهم في هاد الله طالي مغلفة بورقة طهي باش ما يلتسق الشكلات تاي يجمد الشكلات عن حيدهم وهنا شكيه اللي عملت له سكر بودرة بهاد طريقة والحلوة دينا تجيب هاد الشكل هادو عملت لهم اللي عملت لهم زنجلان خليتهم عاديين ما عملت لهم الشرطزين آخر وهذا اللي عملت له الشكلات ولكوكا ومهرمش وعدنا كذلك اللي عملت له سكر بودرة وطبعا تزين تبقى على حسب كل سيدة ورغبة ديالها تنصحكم انكم تجربوها الحلوة فعلا تستحق تجربة لديدة بمقادر بساط كيف ما لاحظتم ما فيهاش مقادر بزاف وكيف ما لاحظتم سريعة وبدون بيض وبدون طابعة نتمنى تعجبكم والى اللقاء الى فيديو جديد بإذن الله دمتم في رعاية الله وحفظه اشتركوا في القناة